بعد الشكر والتحية والسلام بنأكد ونقول ان احنا اي حاجة لها علاقة بالتعليم احنا معاها احنا بنسندها احنا رشقين في المساعدة والتفكير والدعم اي حاجة لها علاقة بالتعليم الجامعي تعليم قبل المدرسة تعليم العادي تعليم الصناعي تعليم الفني كل انواع التعليم بالافكار المهمة والمشاريع الجد ليه بقى لانه كمان احنا من المؤمنين انه اهم حاجة لنا دلوقتي صاروتنا الحياة هي التعليم تطويره في كل درجاته وفي كل اشكاله احنا كاهالي او كمجتمع مدني ممكن ندعم التعليم اه في اه الدعم العملي للتعليم بلا فخر وبكل تواضع اه انا سفيرة مؤسسة مصر الخير للتعليم السفارة والامارة والالقاب مش هي القضية ابدا وهي يمكن اكتر شيء او اقل شيء في الموضوع المهم في شغلي مع مصر الخير هو انه ان احنا بنتابع مشاريع تعليمية جوه وبرا في اه ولاد بيو بتاعسوا في الصين وفي ايطاليا وفي روسيا وفي بلدان كتيرة جدا يتعلموا حاجات متخصصة يتعلموا حاجات بجد تأهلهم لسوق العمل وتأهلهم انهم يعلموا ناس تانية هنا زي اللي حصل في 2016 في نوفمبر 2016 من اكتر من سنة ونص سافرنا مع مؤسسة مصر الخير عشان نمضي بروتوكول تعاون ما بين معهد بيكين وهو واحد من اهم المعاهد في الصين معهد بيكين لتكنولوجيا المعلومات وما بين جمعت قناة السويس عشان يبقى فيه تدريب وتأهيل تدريب وتعليم لولادنا المصريين اللي هيروحوا هناك لبتاعزاتهم مصر الخير ومولت كل البعثة بتاعتهم وبعد كده انشاء معهد موازي او توقمة للمعهد الصيني ده عندنا في مصر على ارض جمعة قناة السويس كلام ده كان في نوفمبر في بيكين النهاردة فعليا المبنى فعليا المعهد هيبتدي الدراسة في ببتنبر القادم اجمل حاجة في الدنيا انك تحتر شيء من الميلاد الى الانجاز موسيقى 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 الحقيقة التعاون مع المعهد ابتدى من سنتين لفكرة بتاعز الطلاب مصريين دولة السيني دراسة التعليم الفني العالي احنا على يقين تام ان شاء الله ان الكلية في مصر يكون لها دور محترم جدا في رفع الكفاءة الشباب لما يتواكب معه الاستثمارات القادمة ان شاء الله بالزاد في محور تنمت قناة السويس موسيقى 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 كلية مصرية سينية تدريدية كرمز إلى دخول التعاون بين الجانبين في مرحلة جديدة وسيطلق طرازاً جديداً بتعاون تعليم بين مصر والسيني إحنا بنعلم النهاردة عن الامتهاء البنية بتحتها للمرحلة الأولى الافتتاح النهائي إن شاء الله هيكون بعد وصول المعدات من دولة السين إن شاء الله في شهر دمنيا بكثير هيكون المعدات وكل حاجة جاهزة قبل بداية العام الدراسي شهر سبتمبر هذا العام وهنستقبل أول دفعة إن شاء الله هتكون مئة طالب فقط علشان إحنا عندنا للكلية مقسمة على مرحلتين بالنسبة للإنشاءات المرحلة الأولى تستوعب مئة طالب فقط والمرحلة الثانية لما تكتمل في شهر ستة ألفين وتسعتاشر هنقدر نستوعب طلتمئة طالب في الدفعة وبهذا الاتجاه هنقدر نستوعب ألف ومئتين طالب على بدة أربع سيني إحنا بنعلن البدء بنعلن نهاية البنية التحتية والنهاردة بنشكر فعلا الشركاء الحقيقيين على أرض الواقع بنقول إن إحنا مع بعض النظر نعمل حاجات كثيرة كما لا يفوتنا أن نتذكر دور مصر الكبير في دعم التعليم في دولة الكويت في ثلاثينيات القرن الماضي فلهم منا جزيل الشكر والامتنان ولعلنا في هذا المقام نرد جزء ولو بسيط من هذا الجميل أنا بشكركم شكرا جزيلا بشكر مونة الشازني أستاذة الإعلامية العظيمة الحقيقة أستاذة مونة تعتبر شريكة في هذا المشروع جات معنا الصين وراحت شافت المعهد بنفسها هناك أو الكلية بنفسها في الصين وشافت أولادنا في التعليم الفني المبتعسين بنفسهم والنهار دا جت عشان تتأكد إن الحلم أصبح حقيقة ومن منها أفضل سفيدة؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في ظهر التعليم إحنا والمجتمع المدني والناس والحكومة بشكر كل اللي ساعدونا في تحقيق الحلم دا إيجاد توقمة للمعهد بشكر وزارة التعليم العالي بشكر جامعة قناة السويس وبالتأكيد وبالتأكيد بالتأكيد بشكر مؤسسة مصر الخير العظيمة ترجمة نانسي قنقر